خطة العمل المشتركة والتي نحن على بعد عدة أيام من تطبيقها واتفاق التغير المناخي في باريس أكثر من 160 دولة التأمت سويا ووضعت خطة للتطرق إلى التغير المناخي ولكن الأهم هو الهيكلية الملزمة قانونيا والتي سنعود إليها بعد خمس سنوات والقيام بتعديلها والشراكة عبر الباسيفيكي والتي تمثل أكثر من 40% من الناتج القومي العام للكوكب والأهم من ذلك هو تحالف الدول التي تريد أن تتعامل فيما بينها حسب أعلى المعايير وأيضا إعادة افتتاح السفارة في هافانا وتطوير الخطة التي توفر فرصة للناس كي ينتهزوها وأيضا ما يحدث حاليا بين السعودية وإيران ودول أخرى لإنهاء الحرب السورية ورأينا مكاسب أساسية على الأرض ضد داعش في سوريا والعراق وتواجه الانتصار الكبير من جانب القوات العراقية بدعم من التحالف في الرمادي اليوم بعد الظهر أو في صباح هذا اليوم عفوا أجريت مؤتمرا بالفيديو مع الوزير كارتر والسفير من تركيا ومن العراق وناقشنا الطريق إلى الأمام وتأمين الرمادي والانتقال إلى باقي الحملة والتي لدينا خطة واضحة بشأنها وتوقعات واضحة أيضا علي أن أشير إلى أنه في العام الماضي أو العام الماضي كان عاما جيدا للديمقراطية في دول مثل نيجيريا وسريلانكا وبورما وكانت هناك انتخابات هامة أيضا في فينزويلا والأرجنتين وجمهورية إفريقيا الوسطى وأماكن أخرى وكل هذه ليست نهاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق أهدافنا والوصول إلى الأمن وتأمين المصالح الأمريكية وجعلنا أكثر أمانا وتوفير فرص اقتصادية أكبر وكل هذا لإعداد المسرح لعام 2016 عام حافل وواعد هذا الصباح تحدثت مع وزير الخارجية ضريف ليس فقط بشأن التطبيق أو التنفيذ وإنما العلاقات أيضا بين السعودية والمنطقة وإيران ووزير الخارجية الإيراني أوضح لي أنه يعتزم تنفيذ أو أنهم يعتزمون استكمال تنفيذ التزاماتهم ونحن حاليا منخرطون في التأكد من أننا مستعدون للتحرك في ذلك اليوم وأعتقد أن بوابدوني أن أكون محددا هذا سيتم قريبا أو عاجلا وليس آجلا أيضا سنرى نتائج هامة إيران شحنت إلى الخارج معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب وبهذا تكون قد شحنت إلى الخارج خارج إيران وضمن شحنة واحدة على سفينة روسية هذه السفينة ستأخذ المواد وتتخلص منها وتقوم بتحويلها من أي مواد تدخل في صناعة القنابل وإيران حاليا شحنت إلى الخارج قدرتها على بناء سلاح نووي وانتقلنا من شهرين من فترة زمنية تقدر بشهرين إلى فترة تقدر بتسعة أشهر قبل الحصول على قنبلة نووية وفعلنا هذا بين ليلة وضحاها ومع اقتراب يوم التنفيذ هناك مهمة التأكد من أن إيران ترقى لالتزاماتها وأننا نرقى أيضا لالتزاماتنا وذلك لأتطرق إلى أنشطة إيران سواء الصاروخية أو أنشطة أخرى في المنطقة وسوف نستمر في عمل ذلك وأؤكد لكم أننا سنستمر في الضغط باتجاه عودة الأمريكيين الذين احتجزوا بطريقة غير عادلة بالنسبة لسوريا نحن لا نزال نركز على الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع وتحقيق الانتقال السياسي وتهميش الإرهابيين والتمكين من العودة السالمة للاجئين والمفاوضات بين الحكومة والمعارضة لا يزال من المفترض أن تبدأ في الخامس والعشرين من هذا الشهر في جينيف وكل المؤشرات من خلال محادثاتي مع وزير الغارجية السعيدي الجبير وأيضا وزير الغارجية الإيراني جواد ظريف والإثنان أكد لنا وللآخرين أنهما أو أكد أن الاختلافات بينهما والتي يعبر عنها علانية حاليا لن تتدخل في الجهد الخاص بحل الأزمة السورية وهناك دعم لعملية السلام السورية وهذا الدعم لا يزال قويا بالنسبة لآسيا كنت أتشاور في الأيام الأخيرة مع حلفائنا بشأن التطورات في جنوب بحر الصين والتطورات بالنسبة للاختبار النووي الكوري الشمالي وناقشنا عدة خيارات وطرق من خلالها نتحرك إلى الأمام واتفقنا أنه لا يمكن أن تكون الأمور على طبيعتها واتفقنا على العمل سويا لتحديد الخطوات التي سنتخذها للتطرق لهواجسنا المتزايدة بشأن هذا الاختبار النووي هذا الاختبار ببساطة يؤكد على التزام أمريكا الراسخ بالأمن الإقليمي وبجهود عدم الانتشار النووي ونحن لا نزال ملتزمون بذلك بدءا من حوارنا في الأسبوع القادم مع الفلبين عام 2016 سيكون عاما نشطا في المنطقة وتوني بلينكين سيغادر بعد أيام في رحلة إلى المنطقة وأعتقد أنه خلال أسابيع سأذهب أنا وللعمل على مؤتمر الأسيان وأيضا إمكانيتي عقد اجتماعات تتعلق بالموقف في كوريا الشمالية دعوني إذن أوضح الولايات المتحدة اليوم منخرطة بعمق أكبر في أجزاء أكثر من العالم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ والسبب أن مصالحنا تتطلب ذلك وأصدقاؤنا وحلافاؤنا يرحبون بذلك ويريدون ذلك لهذا أن نتوقع فرص إضافية وتحديات في الأشهر القادمة في أماكن مثل أوكرانيا وأفغانستان وأمريكا الوسطى وكولومبيا وقبرص وليبيا وجنوب السودان وبروندي والقائمة تطول وتطول ونعرف عن الصعوبات وصدقوني نحن واثقون أنا شخصيا واثق أنه نتيجة للقيم التي نجلبها إلى الطاولة وماهيتنا وتمثيلنا للشعب الأمريكي أعتقد أننا نستحق الدعم الدولي القوي وسنحتفظ به خلال هذه التحديات نحن مستعدون هذا العام ودعوني أوضح يا أصدقائي من المهم جدا أن نطلع بكل هذه الجهود بأقصى قوة ممكنة لبلادنا الحس الوطني تطلب ذلك بلادنا ومصالحنا تتطلب ذلك وهذا هو السبب الأساسي الذي جعلني أتوقف هنا اليوم بعد الظهر بالنسبة للشخص خدم أكثر من ربع قرن تقريبا 29 عام في مجلس الشيوخ الأمريكي أنا أحترم أحترم السياسة الخارجية ولمجلس الشيوخ وكرئيس للجنة العلاقات الخارجية أنا أحترمها ومجلس الشيوخ يقوم بعمل استشارات بشان توصيات الرئيس ولكن معظم الأمريكيين يوافقون أنه عند إدارة شؤون العالم الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تطمح لإعداد أفضل فريق وليس من المنطقي بل هذا يجرح بلادنا أن نفعل ما سمح مجلس الشيوخ بعمله في السنوات الأخيرة بمعنى أن ندع المجال مفتوحا وأحيانا لأكثر من عام أن نترك مواقع ومناصب غير مناصب شاغرة ترجمة نانسي قنقر